اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدا في تفشي هذا الوباء بالنسبة للباحثة في مصر الدكتور شوقي قال لما عمل مناخلة هاتفيه على قناة دي ام سي مع العلماء ارهام انه قال لك تم الاتفاق مع شركات المحمولة التلاتة لتقديم الخدمة اونلاين ومواقع المحتوى التعليم بدون مقابل عشان كده وزيت رباة التعليم قال الكلام ده وفي محتوى التعليم يجب الانتهاء منه والامتحان فيه لتأهيله والمرحلة المقبلة يا باشا المسألة مش مسألة منهج عشان نخلصه ما هو في طلبة كتير جدا خلت منهج استفادت ايه ولا استفادت اي حاجة في الدنيا انت كل همك الشاغل اللي احنا نتم المنهجه بس لكن مش همك الشاغل صحة ولادنا ولا همهم اي حاجة كل همك الشاغل اللي انت كنت تكمل للعملات التعليمية وانتهى الموال على كده لكنها حاجة هتخلص وخلاص وده واجب عليك لازم تعمله يا باشا الواجب عليك اول حاجة ولادك اللي هم يعتبر ابناء مصر كلها اللي هم اتطلبة لكن اتاحة الدخول على الموقع التعليمية والاولاين والكلام ده كله ده حل ماشي مفروغ منه لكن المشكلة دلوقتي الدروس والحاجات ده كلها تم ايقافها المدارس تم ايقافها كل الكلام ده تم ايقافه وانت برضه لسه بتقول وبتعاند اللي هيفضل المنهج زي ما هو لا تعديل في المناهج لا حدس في مناهج لا 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 طب ليه استفدت انت ايه وهو لما الطالب دلوقتي يبقى عنده المنهج صغير او او بسيط هيقدر يستوعبه اكتر ما يكون عنده كتير لكن احنا كل اللي فيها بنعند وبس كلها مننا نعند ونخلص كل واحد مسؤول عن حاجته وبس كلتنا في مركب واحد يا دكتور طارق وربنا يجزيج بما تقول وربنا هيعلم اللي فينا ايه وواحد خلاص زهو ده وزير التربية والتعليمة جماعة النهاردة عالصبح كده بقولك اتاحة الدخول على المحتوى التعليم والاتفاق مع شركات المحمول التلاتة اما نشوف اخرتين انتظرونا في كل جديد واكيد ان شاء الله وربنا يسطر كل جديد هتلاقى عندنا في قناة اجيال اندلس وان شاء الله يتم شرح النهاردة لأولى والتانية سنوي وتالتة سنوي مراجعات في قناة اجيال اندلس ربنا يكتب لنا الخير ويقدر لنا كل خير ان شاء الله اللهم يقدر لنا الخير وارضنا به وحمي اولادنا وحمي انفسنا وحمي مصر كلها امين 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 يا رب العالمين كان معكم وسامة رزي مؤسسة جيل اندلس ربني عدى على خير وقوله دايما يا رب